اشتركوا في القناة رائد العلاج الاطفالي معهم سرطان قصة قبل النوم تابع معنا على شاشة ستاة سفن كيدز قصة قبل النوم برنامج بلاش مع انت لاقي ستاة سفن كيدز فريق السنة بالنيوز زار مرضى السرطان وزارع الأمل القوضة دي قوضة الفن دي ابتدينا فيها بقلنا تقريبا سنة اهلا وسهلا فيكم ببنامج سنة بالنيوز انا جانيفر وانا غادي متل ما تعودنا برنامج سنة بالنيوز هو برنامج أخبار يلي بعرفكن على أخبار لأطفال ويطلعكن على أمور عملية بتفيدكن بحياتكن يومية واكيد رح منجوب على أسئلتكن اللي ارسلتوها بشبكة التواصل الاجتماعي ومننسى صوركم الرسومتكم اللي ارسلتوها لقلنا وكمان منرحب بالستوديو معنا زملتنا رومي يلي رح تطلعنا على طرع عملية حتى نقرأ الكتاب المقدس مرحبا رومي هاي جانيفر وغادي وكمان زملتنا جوال خرط يلي حتعرفنا على آخر الصور اللي ارسلتوها لقلنا مرحبا جوال هاي غادي وجانيفر ما فينا نقول انه نحن مسيحية لانه خلقنا بعالي مسيحية انه ما علينا نختبر محبة المسيح بحياتنا وتكون عالي اتنا شخصية معه سافيو عنده اختبار خاص مع الرب تفاصيل بهيدا التقرير انا لما كنت بالعراق كنت كل يوم اروح على كنيسة واصلي لما اجو الداعش اغطوا كل من العابي يعني كنت في لعبة حلوة كان اكترا كان اسمه اكس بوكس كمان اخذوه يعني كنت كل يوم اصلي اللي يجيبني شي يسوع لكن ما في شي وكنت كل يوم ازعاله وافكي لما جينا على لبنان تعرفنا على اسيس اسمه ميشيل يعني هو اخذنا على كنيسة كل يوم يعني عجبتنا كل يوم نروح فيها نصلي ويسوع اللي يعني يشتغل فينا وجربنا بهذا ما الشاي يعني هو حبنا كتير يسوع نحن حبيناه لما اجينا على كنيسة كانت كنيسة كتير حلوة انا لما كنت بالعراق يعني كنت دايما نصلي لحتى يجي بلايستيشن نلاعب فيه ولما نصلنا على لبنان كانت راسي نصلي يصلي ويعني يسوع استجب دعواتي اجابني بلايستيشن انا كمان بحب انه اصحابي يعني يصلي لا يسوع انه هم يستبجع دعواتنا ودايما يوقف جبننا انا اخر شي بحب اللي يسوع عنا كتير بحبه لانه هو استجب دعواتي في اطفال مصابين بمرض السرطان واهلو مش قادرين يعاجون انه مراب عنده للموت مخارش في كتير مستشفيات عم بتقدم العلاج مجانا للاطفال التفاصيل بهذا التقرير هاي معكم كارول من اسنا بالنيوز اليوم نحن موجودين بمركز الاطفال المصابين بالسرطان بلبنان هيدا المركز بيستقبل كتير من الاطفال من دون اي تفريقة تعالوا تعرف اكتر ع الساسة سائل مركز سرطان الاطفال بلبنان هو مركز اقليمي متكامل رائد لعلاج الاطفال اللي معهم سرطان من دون اي كلفة على الاهل افتتح ابوابه المركز بـ 12 نيسان 2002 ولحديث اليوم قدرنا علاجنا اكتر من 1250 طفل مصاب بالسرطان موجود مركز سرطان الاطفال بحرم المركز الطبي لجيمة الامريكية ببيروت وعندنا تواصل وثيق جدا مع المستشفى العالمي سينجوت شيدرنز ليسورتش هسبتل اللي موجود بالولايات المتحدة نسبة نجاح العلاج عم توصل لمعدلة لـ 80% وحتى بأنواع معينة من اللوكيميا اللي هو اكتر سرطان شائع بمنطقتنا عم بيوصل نسبة نجاح العلاج لـ 90% فمهمة مركز سرطان الاطفال مهمة أمل ومهمة حياة أنا اسمي هامد عمري 9 سنة عبار عبار سانسي سلي بالمركز 8 شهور أنا عشت عشي بحب الأشفيتيح على هون ساطر بس بحبهم كلهم محمد غيث عم 11 سنة بروح المدرسة بهكار وصف السادس حالياً عنا 300 طفل عم بيتلقوا العلاج بمركز سرطان الاطفال بيجوا من كافة المناطق اللبنينية وحتى من الدول العربية الطريقة الوحيدة اللي يقدر يكفي لمركز مهمته الإنسانية بتخليص حياة الاطفال هي من خلال التبرعات والمسيهم لأنه هي الوسيلة الوحيدة لنقدر نعالج أطفال المركز فمن من هوني مندعي الجميع يكونوا عم بيسهموا على قد قدرتهم لمركز سرطان الاطفال وإنقاذ حياة أولادنا بالمركز من خلال التواصل معنا على 01 أو 75 35 15 على ويبسايت المركز www.cccl.org.lb باجي بشوف الناج تعولي برجع بسيكون قبلي برجع برجع بجيب أصفره وبروح ألعب البلايروم أنا هلأ أول سنة في الكنسر سنتر ونحنا بنجي يعني بس يكون معنا وقت بتنقى أنت بدك أنه 2 أو 3 أورس بريك بتجي بتلعب الولاد في عنديك هون الأوت بيشن تيونات أنه بس بكونوا ألعاب في هونيك بكونوا هني بغرفهم وأنا بداعي أنه حيلا حدا أنه بيقدر أنه بحب يساعد الولاد وهكي أنه يجي ويتطوع هون وأنه هي شي كتير حلو experience حلوة كمان بس أنا أكثر دكتورة ودكتور يخبرني هو دكتور صلاح ودكتورة كمان أنا اسمي عمر العلي عمري 9 طعب صلي شي سنتان ونوص قريبة معي كانسر أكيد لينفو بلاستيك لينفوما اللي هو علاجه ثلاثة سنين وتخفض أنا لسنتان ونوص لسا عندي شي تو ويكس وإن شاء الله بخلص حلو أنا إجمالة كله رفعاتي وأنا كل بيشن جديد بيجي بكون رفاقه حتى قوي معنوياته لأنه ما فيش شي بيخزع ولا فيش شي بيخور فعندي كتير صحبة أنا بدي أقول لكل مريض كانسر صغير كبير ما يفقد الأمل لأنه ما فيش شي بيفقد أمل إذا بعضه وصله مع الله كل مكان تمنى كل مكان طلبه بسرعة خصوصاً خلونا نشكر الرابع على السحة اللي بيعطينا إياها نشكره لأنه هو دايماً معنا لو ما رأنا بمصاعب كلت معكم كارول من السنابل نيوز كلنا حبينا برنامج قصة قبل النوم عارضة يلي عم نتعلم فيه الصلاة وقراءة كلمة الله قبل ما ننام برنامج قصة قبل النوم تابع بموسم جديد على شاشة سات 7 كيدز تقرير بعرفنا أكتر هاي معكم جانا من السنابل نيوز مين منامو بيحب يسمع قصة قبل النوم وخاصة إذا هالقصة بتحكي عن الرابع خلينا نتعرف سوا عن برنامج قصة قبل النوم اللي بينعرض على السات 7 كيدز قصة قبل النوم برنامج بلش مع أنت لاقيت السات 7 كيدز يعني من أكتر من 8 سنين هو عبارة عن فقرة من 10 دقايق بتخبرنا فيها ريتا قصة من الكتاب المقدس وبآخر القصة في صلاة خاصة بتصليها ريتا مع المشاهدين عطينا يا رب نصدق أنه أنت الله وقدر تعمل كل شيء باسم يسوع الهدف من هالبرنامج نخبر كل يوم قصة معنا الراب قبل النوم ونتشارك بالصلاة قصة قبل النوم من أهم البرامج اللي عم تنعرض على سات 7 كيدز وهو برنامج كتير محبوب من قبل الأطفال قصصنا نعملت ونكتبت ونرسلت خصيصاً لإلكم أنا ريتا واليوم لحخبركم قصة كتير حلوة بتعذفنا أكتر وأكتر عن محبة الله لإلنا باي أنا بدعيكم أنه ما تفوتوا ولا قصة عليكم ما في أحلى من أنه نتعرف على محبة الرب إلنا كانت معكم جانا من السنابل نيوز علمنا الراب يسوع أن ننظر المرضى ونشدت الأشخاص المحتاجين لمعوني بوقت الشدة وهيضا يلي قام فيه فريق السنابل نيوز بمصر بحيث قام بزيارة مستشفى الأطفال مصابين بمرض السرطان تقرير بيلقي الضوء كان يسوع يطف في كل الجليل ويعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكون ويشفي كل مرض وضعف في الشعب وهكذا كاميرات 67 كيت تطوف في مستشفى 57-57 مع أم مونير خليكم معينا يا رب تنبستو القوضة دي قوضة الفن دي ابتدينا فيها بقلنا تقريبا سنة كنا بنجهز فيها بطريقة تدريجية وبنستدرج الولاد لأنهم يجوا ينضموا إلى الفريق العمل المكون من ست أنفار كلهم محبي للرسم كلهم محبي للخير كلهم محبي للطفل بكل مراحل العلاج اللي هو بيمر بيها الحمد لله كلنا تضاد ربنا اللي احنا عارفين زي نعرف نتعمل معاهم موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هيا اكتر حاجة عقباتك النهاردة اني عادت مع الأطفال وسعتهم من هم يرسموا نفسك تتلعي ايه لما تجبري دكتور ليه سانا عالك المرض رسم ليه لني بحب الرسم او بطلع دكتور تحب تقول ايه لأصحابك اللي بيتفرجوا علينا أنا بحبكم قوي وعايزكم تفرحوا كل الأطفال اللي في المستشفى وربنا يشفيوا كل مريض أحبهم أنا بحبكم أنا بحبك احنا بتحبك قوي شايماء شكرا أنت بتتمنى إيه الوقت اللي جاي ربنا يشفيني أنت بتحب ربنا أنا بحب ربنا قوي قوي كتير وربنا تمنى بيحبني طبعا طبعا طب تتمنى إيه ميني قلت دمشك تتلوب إيه نا مش عايزة أطلب حق عايزة أقولي ربنا بيحبني ربنا شفاني الحمد لله القسم هنا هو ابتدى يتكون وابتدى يثبت وبقى مركز لكل فناني مصر بيوجوا متطوعين بيعملوا ورش بيعلموا الولاد مدارس مختلفة من الفن موضوع الفن ده بيساعد الولاد بطريقة غير مباشرة أنه يحصلوا حالة من العلاج النفسي بتعملوا حالة اسمها هيلينج بتساعدوا أنه يحس براحة بتساعدوا أنه هو يبتدي يبص للحياة بمنظورة فيها ألوان فيها تفاعل فيها حاجة إيجابية أصالة وياسينة وعفتاح وكرولوس ومحمد وآية وولاد كتير اتعرفت عليهم ورزمتهم من أرضا يوم خاص جدا في حياتي ويوم بعتبروا من الأيام السعيدة جدا واللي هتبقى ذكرى جميلة بتمنى أنه يكون تصلوا عشان ربنا يتمم الشفاء للأولاد دول وفعلا يحققوا أحلامهم اللي هم بيتمنوها النفسه بقى دكتور النفسه بقى زابط والنفسه بقى طيار يا رب يتحقق كل أمنياتهم وأحلامهم ويتممنهم ربنا الشفاء السريع جدا والكامل شفنا أصحابنا وهم مبسوطين بالصور اللي سمعنا لهم عم ومونير وحقق لهم كل الأحلام اللي هم كانوا عايزينها أشوفكم في يوم جديد والنيوز جديدة كانت معكم أميرة من السنائب النيوز مصر باي باي كتير منكم عم يرسلوا لنا صور ومعظم هيد الصور تقطوها بعد ستة التليفون وأرسلتوها على شبكة التواصل الاجتماعي ونحن رح نعرض كل الرسائل اللي وصتنا على الفيسبوك والإيميل مخصصين للبرنامج ورح ننتقل مع زملتنا جوال تتعرفنا على صور كل مرحبا جوال هاي غديو جينيفر كيف كون اليوم؟ هلأ رح نشوف سوى الصور اللي أرسلوها مشاهدينا على البريد الإلكتروني الظاهر على الشاشة وعلى صفحة AS News على فيسبوك ما تنسوا مشاهدينا دايما ترسلونا صوركم على البرنامج أول صورة رح نشوفها سوى اليوم من مراد حداد شكرا مراد على الصورة الحلوة تاني صورة معنا لليوم من مينا شاكر تانكيو مينا على هيد الصورة تالت صورة معنا لليوم من ماروسكا سامح شكرا ماروسكا على الصورة الحلوة وآخر صورة معنا لليوم من بيرلي مينا ملاك شكرا بيرلي على هيد الصورة ما تنسوا مشاهدينا دايما ترسلونا صوركم على البريد الإلكتروني الظاهر على الشاشة وعلى صفحة AS News على فيسبوك هيدا كان كل شي معنا لليوم عودة للكون جانيفر وغادي ورح ننتقل كمان لزاملتنا رومي حتى تخبرنا شو عندها شي جديد لليوم مرحبا رومي هاي جانيفر وغادي كيف كون؟ رح نحكي اليوم عن كيف نكون حكماء خلونا نكون حكماء بكل شي عم نتصرفه لان ردات فعلنا ممكن تكون غير صالحة ومسيئة لقلنا خلونا نفكر بهيدا الشكل قدام اي مشكلة او امر بيصير معنا خلونا نقول شو معقول يسوع يتصرف بهيدا الموقف؟ شو معقول يقول يسوع بهيدا الظرف؟ مش شو انا حاسس اتصرف واعمل ردات فعل؟ وهيك منكون عم نتصرف متل ما رب بيريد مش متل ما نحنا منريد وهيك موقفنا بيكون حكيم خلونا نطلب الحكمة دايما من عند الرب لانه هو الوحيد الحكيم هدا كن كل شي لليوم عود لقلكون جانفر وغادي ممننسى تقريركم المصورة يلي ارسلتوها لقلنا ويلي صورتوها بكاميراتكم المنزلية او عبر الهاتف صورة اي موهبة عنكنيها برسلوها بالايميل او عبر اليوتيوب ونحنا متكفل بعرضة ببرنامجنا اما التقرير اللي وصل لقلنا اليوم هو من ريبكا اسمي ريبكا شلطة عمري تسع سنين انا بصف جريت فور بحب رنيم وبحب بحب الطبيعة هدا بديراني ملكون تنيمت ان كون تتحبي يسوع ان كون تتحبي يسوع قول امين آمين إن كنت تحبي يسوع قول آمين آمين إن كنت تحبي يسوع قزر زالك في حياتك إن كنت تحبي يسوع قول آمين آمين إن كنت تحبي يسوع هلل 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 هللويا إن كنت تحبي يسوع هلل 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 هللويا إن كنت تحبي يسوع قزر زالك في حياتك إن كنت تحبي يسوه هلل هلل هللويا إن كنت تحبي يسوه زقف زقف إن كنت تحبي يسوه زقف زقف إن كنت تحبي يسوه أزرزالك في حياتك إن كنت تحبي يسوه زقف زقف إن كنت تحبي يسوه أعمل كله آمين هللويا إن كنت تحبي يسوه أعمل كله آمين كله آمين هلالويا إن كنت تحبي يسوع أزرزالك في حياتك إن كنت تحبي يسوع أعمل كله آمين هلالويا حلوك الواحد يرنم متل ما أنا عم يرنم مباشرة باليوز هيك مشاهدي رب تكون خاصة حلتنا لليوم أنا وغادي منوضعكم على عمل نشوفكم بحلقة جديدة باي ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى